وفوز الانتاج الحربي واحد سفر وصبح والاتحاد وتعادل إيجابي واحد واحد أما ودي دجلة والإسماعيلي كان اثنين واحد مباراة الجولة الـ 11 أو الـ 12 أنا آسف كالتالي هتكون تداء إن شاء الله من بكرة مباراة الأسيوت سبورت هتكون أولى المباراة ساعة اثنين والثلاثة للربع هتكون الأسيوت سبورت وطنطا ثم الرجاء والزمالك والأهلي وإنبي إن شاء الله هتكون ساعة تمانية بأمر له فيه أستاذ القاهرة مباراة يوم الحد سيكون الإسماعيلي وبيتروجيت التحاد السكنداري ووادي دجلة المقونون العرب وسموحة والنصر والدخلية إن شاء الله ده سيكون مباراة يوم لتنين النصر والدخلية سيكون مباراة يوم لتنين الإنتاج الحربي والمصر البورسعيدي ومصر المقصة وطلاء جيش دي مباراة الجولة الـ 12 إن شاء الله في بطولة الدوري الممتاز 2019-2018 كل توفيق لفريقنا طبعا زي ما احنا شفنا منذ قليل كان فيه قرأة كأس العالم طبعا فيه بعض الناس بتقول إن مجموعتنا سهلة مجموعتنا إلى حد ما كل الناس شافت وإحنا بنتابع كده كان كل منتخب بيجي كده وإحنا موجودين بنقعد نسقف لكن كأس العالم لازم نقول إن ما فيش أي فرقة ممكن تكون سهلة يعني ما نجي نتكلم على المنتخب الروسي طبعا في المجموعة الأولى لازم أقول لحدهم المجموعة الأول وأتكلم في هذه الجزئية روسيا والسعودية ومصر وأرجوي دول الأربع فرق اللي موجودين في المجموعة الأولى أو مجموعة مصر هقول لكم بعد كده طبعا لما يجوا ديوفي المجموعة وهنتكلم على المجموعة ولكن خلينا نتكلم على مجموعة مصر في البداية روسيا والسعودية ومصر وأرجوي طبعا هكمل بقى معاكم مدام ظهرت على شاشة باقي المجموعة مجموعة الثانية بورتغال وأسبانيا والمغرب وإيران المجموعة الثالثة فرنسا والدنمارك وبيرو وإستراليا المجموعة الرابعة الأرجنتين وأسلاندا وكرواتيا ونجيريا والمجموعة الخامسة البرازيل وسويسرا وكوستاريكا وسوربيا أما المجموعة السبعة فالمانيا والمكسيك والسويد وكوريا مجموعة تمنى مجموعة بلجيكا وباناما وتونس وإنجلترا أما المجموعة التسعة فأنا أسف مجموعة تمنى مجموعة بولندا والسنغال وكولومبيا واليابان طبعا كلها يعني شفنا القرعة كان فيه نجون كتير في هذه القرعة وكانت بس مباشر بالسمرار كان الصورة على ميستر ركتور كوبر لما جيه اختيار الفرق الخاصة بمجموعتنا روسيا طبعا هي صحبة الأرض بالتالي الدعم الجماهير والنهاية اللي لازم تبقى موجودة في الدور التانية هتبقى وهو منتخب قوي يعني منتخب أما تيجي القرنه هتقرنه بمنتخبات قوية زي المنتخب الإنجليزي زي المنتخب الفرنسي يعني مش هيقل قوة عن هذه المنتخبات أيضا المنتخب الأورجوي هنشوف كافاني هنشوف سواريز هنشوف لعيبة قوية جدا في هذا المنتخب إزاي بقى هتقدر تتعامل معه خصوصا للكرة يعني الأمريكا الجنوبية كرة قوية كرة مميزة إحنا بنشوفها دائما عندها سرعة عندها قوة عندها مهارة فبالتالي زي أنت هتلعب هذه الفرق فبالتالي هي دي اللي أنت هتواجه يمكن الارجوية هي أول البلاد اللي نظمت لكأس العالم فبالتالي لها طريق طويل داخل كأس العالم أما المنتخب السعودي فأنت بتكلم في منتخب قوي أول المنتخبات اللي وصلت أو أول المنتخبات العربية اللي وصلت لكأس العالم واتموحه كبير أيضا بقاله فترة ما شاركش فيه كأس العالم فاتموحه كبير فيه كأس العالم تالي هتقابل شراسة فيه اللقاءات القادمة بالنسبة لمنتخب مصر بالنسبة لأول لقاء هيكون معاك رجوي هو ده ممكن البداية أهم حاجة عشان لو أنت إن شاء الله بنفكر وبندعي من خلال هذه المجموعة أن احنا نعدي المرحلة الأولى وأنه نعدي للدور التاني لازم المباراة الأولى على الأقل تشتغل عليها وتعمل نتيجة إيجابية أعتقد أن أنت تقدر تتعدي للدور التاني أكلمكم إن شاء الله يوم 14 جون أو 14 يوليو هيكون مباراة روسيا والسعودية دي أولى المباراة أو مباراة الافتتاح لكأس العالم مصر إن شاء الله هتكون تاني يوم يوم 15 أمام أورجوي ثم مصر وروسيا هتكون تاني مباراة منتخبنا الوطن يوم 19 أيضا أورجوي والسعودية هيكون يوم 20 ثم المباراة أورجوي وروسيا هتكون يوم 25 ثم مباراة الأخيرة لمتخبنا الوطني أمام السعودية يمكن هتبقى مباراة صعبة دائما المتخبات العربية مع بعض بتبقى مباريات صعبة للغاية فعشان كده أقول لكم المباراة الأولى لو إحنا اشتغلنا عليها وخدنا نتيجة إيجابية من هذه المباراة ممكن الأمور تختلف كتير جدا في وصلنا لكأس العالم يا رب إن شاء الله ده اللي احنا نتمنى مستر وكتور كوبر أكيد خلاص دلوقتي الأمور معلومة بالنسبة له الفرق اللي هيواجهها المدارس بقى في الفترة القادمة اللي هيلعبها إيه تجهيزاته هتكون إيه طبعا أمامنا على الشاشة وقاعة طبعا وسور مرضونا طبعا نجم فوق العادة أكيد كان متواجد وهو بيختار المنتخبات اللي كانت موجودة وجزئية إن أنت الشكل اللي كان فيه والعرض اللي كان موجود فيه هذه القرعة حاجة رائعة فعلا حاجة منظمة جدا طبعا أنت بتتكلم في كأس العالم لفل تاني خالص مختلف عن أمور كتير أو بطولات كتير كأس العالم ده يعني حاجة إحنا سعداء جدا أن إحنا مصر موجودة في هذا العرص اللي هيكون موجودة أو عرص المنديال اللي هيكون في روسيا بأمر الله يمكن في بعض التعليقات ما بعد بقى هذه القرعة يمكن وقال الجمعة وهو بيتكلم بقوله هو متفائل يعني كابتن وقال الجمعة نجم النجوم من مصر ونجم الندي الأهلي متفائل بقرعة مصر في كأس العالم كلنا متفائلين إن شاء الله بعد كده لكن خلي بالكم إحنا المنتخبات التانية والمجموعات التانية كلها منتخبات صعبة أنا بقول لكم مفيش منتخب سهل خالص على الإطلاق فبالتالي وإحنا بنكلم إحنا بنعبر عن رضانا ودي أمامنا تويتيت وقال الجمعة بقول مجموعة متوازية للمنتخب المصري مقارنة بالمجموعات الأخرى بالتوفيق إن شاء الله أكيد كابتن وقال بيعلن عن رضانا لكن كل المنتخبات عندها طموح كل المنتخبات تعبت عشان توصل كأس العالم فبالتالي الفرصة قدامهم إن هم يعدوا المرحلة دي ويطلعوا للدور التاني فرصة مواتية بخصوصا لما نشوف فرق زي روسيا موجودة على أرضها رجواي وتاريخها طويل في كأس العالم وأول منتخبات وأول البلاد أو البلدان اللي تستضافي كأس العالم أيضا السعودية لفترة طويلة وردو زي مصر ما كانتش موجودة مصر طموح كبير جدا بقى لفترة أيضا عايزة تكون تحقق حاجة بقى المرة دي يعني تسعين إحنا تلعنا من الأدوار الأولى لكن 2018 لازم يبقى عندنا طموح مختلف طموح كل المصريين اللي شايفين عندنا مجموعة من اللعبين المحترفين المميزين بقينا عدد كبير جدا موجود دلوقتي في الدول الأوروبية لعبين طبعا على أعلى مستوى محمد صلاح رمضان صبحي كل اللعبين كل ده مهم جدا أنت تستغله كمدير فني بشكل كبير كل ده مهم جدا أن احنا نبقى وراهم وبنساندهم بشكل كبير كمنتخب عايزة أقول لك يمكن كوبر بقى قال بعد هذه القرعة أنه يرى أن مجموعة مصر هي الأصعب وهو شايف كده احنا بنشوفها مجموعة كويسة بس مستر ركتو كوبر بيقول أن هذه المباراة هي الأصعب وبيموضح هذا التعليق هو يرده على أي مجموعة للفرانو في هذا التوقيت وهذا المونديال هي مجموعة صعبة لأن كل الفرق صعبة للغاية زي ما بقول لحضراتكم فعلا هي فرق صعبة فرق قوية كل الفرق عشان توصل لكأس العالم بزلت مجهود كبير جدا وعندها مجموعة من اللعيبة المميزة انت بتتكلم في كأس العالم مش بتتكلم معلش يعني في أي بطولة فعشان توصل يعني شفنا إيطاليا خرجت من السويد أعتقد وأنت بتتفرج عليها لا فرقة قوية جدا يعني فرقة السويد اللي في مجموعتها ألمانيا والمكسيك وكوريا الجنوبية أنا بشوف أن دي مجموعة قوية جدا جدا في هذه البطولة فبالتالي ميستر ريكتو كوبر هو بيتكلم وضع طبيعي هو بيقول أن مجموعة صعبة فعلا مجموعة صعبة هي دي النقطة أنت بتكلم مع صاحب الأرض بتتكلم معه في تاريخ طويل زي أورو جوي زي ما بقول لحضراتكم مجموعة من اللعبين عندها اتنين أسامي بس فقط لغير ما نجي نتكلم عليهم كافاني ولا سوارز أعتقد ده خط هجوم قوي جدا أنت هتواجه أيضا المنتخب السعودي فريق قوي فريق مميز عنده طموح بقاله فترة زي ما بقول لحضراتكم ما وصلش ليه كأس العالم فبالتالي يعني هو ده اللي احنا بيتكلم عليه أمامنا طبعا ميستر ريكتو كوبر وهو بيتكلم على القرعة وشكل القرعة الخاصة بمنتخبنا الوطن وبي أصفها بالمجموعة الصعبة بالنسبة له احنا لنا وجهة نظر ودي الفني أكيد ليه وجهة نظر من خلال رؤيته للمنتخبات المشاركة في كأس العالم ومن خلال رؤيته لجميع المنتخبات سواء بقى المنتخب السعودي وأكيد هو راجل متابع بشكل كبير خبرات كبيرة جدا مستر ريكتو كوبر وصيفي محترم بيخليه يتابع كل المنتخبات اللي شاركت في التصفيات سواء بقى الأمريكا اللاتينية أو أمريكا الجنوبية وكل المنتخبات اللي شاركت في تصفيات كأس العمل مهلة لروسيا 2018 يمكن هو بيكلم أن الهدف هو التأهل لدور 16 هيشتغل على الحتة دي وإحنا لازم في ظهرهم لازم كل الناس كل الألام كل وسائل الألام كلها مرئية وورقية تبقى في ظهر هذا الرجل وفي ظهر منتخبنا الوطني ويتمنى له طبعا الاختيار الأنسب ليه تشكلة المنتخب في المرحلة القادمة يعني أكيد في بعض اللعبين اللي ممكن ينضموا ولكن هو خلاص الرجل حاطة قوام موجود قوام أساسي لمنتخبنا الوطني ولكن في بعض الناس ممكن يبقى لازم نبص لهم شوية مستر ريكتور كوبر بعض اللعبين اللي ممكن بيزهروا من خلال بطولة الدوري يبقوا سند ليك لأن احنا في وقت من الوقات وقعنا في وقت مشكلة غياب بعض اللعبين غياب بعض إصابة بعض اللعبين هو ده اللي احنا بنخاف منه أكيد أنت عامل حسابك في المرحلة القادمة آه وصلت لنهاية أفريقيا وكنت قبقى وصايا أو أدنى أنك تأخذها ولكن ربنا أراد كده طبعا فريق كان قوي أمامك الكاميرو نتمنى إن شاء الله مدام أنت بتتكلم أن أنت بتاخد خطوة خطوة والهدف بالنسبة لك في هذه البطولة هو الوصول لدور الستاشر نتمنى لك طبعا كل التوفيق من خلال هذه المجموعة اللي احنا بنشوفها أو أنا شفتها أنا شخصيا صعبة زي ما أنت بتقول بعض الناس تفقلت لأن فعلا هي مجموعة ما نتكلم على الأسامي مش بتقابل ألمانيا يعني مش بتقابل فرنسا مش بتقابل البرتغال مش بتقابل طبعا فرق قوية يعني يعني فرق ممكن تكون أسامية أقل شوية ولكن في الأصل هتلاقي عندهم نظام مميز جدا وتاكتك مميز جدا كل الفرق أعتقد مميزة جدا مش عايزين نعمل زي ما احنا كنا متواجدين مع فريق زي الولايات المتحدة الأمريكية في كاسي قررته خسرنا من أمريكا كنا بنقول لا أمريكا أمريكا ممكن تكون أقل ولكن في البطولة دي بالذات كسب ناطاليا تعادلنا مع البرازيل كانت أعتقد بطولة مميزة لنا ولكن خسرنا من أمريكا لأن احنا كنا تخيلنا أن أمريكا منتخب سهل يا لكن طبعا زي ما أقول لكم أكيد كل المتخبات المشاركة في كاس العالم هي متخبات قوية وعند كل واحد عند طموحه زي ما أقول هو عرص منديالي كلنا بنستمتع بيه هنستمتع بيه إن شاء الله منتخبنا لنتمنى له إن شاء الله توفيق ووصوله للمراحل القادمة خليني أقول لكم بعض الأمور الخاصة بنجوم الـ 32 منتخب يتبادلون التهنئة بعد بلوغ روسيا 2018 يمكن بعض اللاعبين خليني أن نروح نشوف الفيديو وأقول لكم بقى الأسامي لهؤلاء النجوم الموجودين لمنتخبات الـ 32 ترجمة نانسي قنقر جزيلا سعي أريد على صورة النجوم الموجودين لكم Public Oro بنجاند خليني أنسي اروسيا جزيلا سعي أورابي أمر ممشهر، إن شاء الله باللعبين وانا نشهر في روسيا جزيلا سعي أراكم في روسيا جزيلا سعي أولا انشاء الله في روسيا أحيانا بممشهر الثباثي بورسيا شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة